كل واحد فينا بيمر بمراحل كتير جدا جدا في حياته بعد الولادة مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب ومرحلة المراهقة ومرحلة الرشد ومرحلة الشيخوخة والكبر وهكذا وفي كل مرحلة من المراحل دي بيبعدنا مجموعة من الذكريات والقصص اللي لازم تروى وتحكى والناس تشوفها وتسمعها أهلا بكم في تحدي جديد من تحديات الكتابة الإبداعية وصلنا لليوم الواحد وعشرين ارجعوا لعشرين تحدي من التحديات اللي هتظهر لكم هنا عشان تراجعوا الأفكار اللي فيها وتتمرنوا عليها لو دي أول مرة تتفرجوا على الفيديوهات بتاعت التحدي المطلوب مننا ان احنا نكتب نص هنستعيد ذكريات زمان وذكريات الطفولة على وجه الخصوص كل واحد فينا هيتفقد خزانة الطفولة بتاعته تفقد خزانة الطفولة بتاعتك واستخرج لنا منها قصة مدهشة أو خاطرة مدهشة أو قصيدة مدهشة كل واحد يدور ويعبث فيه الذكريات بتاعته وهو صغير ويقول لنا قصة من القصص اللي عاشها ويسردها بوعي دلوقتي عشان نستمتع بيها كلنا استنونا بكرة في اليوم 22 من تحدي الكتابة 2020 مع عسامة إبراهيم الى اللقاء